اهلا بكم من جديد اي رأيكم نشوف ازاي هنعمل شنطة من القماش بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة يلا بينا نبدأ على طول الخطوة الاولى وهي الاياس هقيس من تحت الفوق 37 سنتي وعمل علامة وبعد كده اعمل 6 سنتي وعمل علامة والعرض هيكون 30 سنتي والقماش بيكون على طبقتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده الخطوة التانية هنسيب 6 سنتي من فوق وهنقفل الجناب الثلاثة من على وش الشنطة بالخياطة زي ما احنا شايفين كده ونكون ماشيين على الحرف على قد ما نقدر لما نوصل للطرف زي ما احنا شايفين كده هنرفع الدواسة ونقل بالقماش بالشكل ده ونرجع الدواسة تاني ونبدأ نشتغل في الطرف التاني من القماش هنعمل نفس الخطوة السابقة ونكمل الخياطة لغاية ما نوصل للجزء التاع الستة سنتي اللي عامين عنده علامة هنوصل للخطوة التالتة هنقل بالشنطة على ظهرها هنخيط الثلاثة اجناب بالكامل من غير منسيب الستة سنتي بعد ما نكمل الخياطة هقص الزيادة اللي فوق اللي في الجنبين في الجنب اليمين والجنب الشمال الخطوة الرابعة هنجهز الايد بتاعة الشنطة ونختار الشكل اللي عجبنا سواء كان سادة وده بيكون سعره من خمسة لسبعة جنيه والملون بيكون من عشرة لخمستاشر جنيه هنقس مية وعشرين سنتي ونقسمهم على تنين ونقصهم زي ما احنا شايفين هنرجع للشنطة تاني هنتني الجزء اللي فوق ده على تنين دي اول تانية ودي تاني تانية ونحاول نزبطها بادينا على قد المنادر هستخدم المزورة وهقيس بيها ستة سنتي واعمل علامة والجنب التاني هنعمل علامة بعد ستة سنتي ده علامة الستة سنتي هندخل اليد في التانية زي ما احنا شايفين ونثبتها كويس بدبوس والجزء التاني هنوصل لستة سنتي وندبس بدبوس ونحاول على قد ما نقدر نثبتها كويس عشان اسناء الخياطة ما تلف الشمين او شمال الخطوة الخمسة هنثبت اليد والتانية بتاعة الشنطة بالشكل ده زي ما احنا شايفين ويا ريتنا في الخطوة دي نمشي واحدة واحدة عشان اليد بتكون سميكة شوي هنيجي للخطوة التانية بتسبيت اليد هنتني اليد زي ما احنا شايفين كده وهنخيط على طرف الشنطة نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نجيش بالمكانة قوي عشان اليد هنا التانية تمرتين فهتكون اسمك من المرة الاولانية فهتكون قومة احنا غرور احنا حسنا احنا مكون خلصنا الشنطة هي سهلة وبسيطة جدا اتمنى تعجبكم وتستفيدوا من الفيديو واي اسئلة ياريت تسيبها لنا في التعليقات